السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية ان شاء الله اليوم هناخد المحاضرة التاسعة من هاج البيتولوجي العفوان الهيستولوجي اللي معانا هتكون محاضرة قبل الأخيرة محاضرة طويلة شوي بس المحاضرة الجاية ان شاء الله هنعودها وحتكون أصغر منها وهيك منكم خلصنا من هاج الهيستولوجي وبالتوفيق ان شاء الله اي سؤال او اي استفسار ان شاء الله هنلتقي على زوم ببعث لكم الانفايت وان شاء الله اي سؤال تقامعينكم هنبلش بسم الله الرحمن الرحيم هلأ اليوم هناخد المال والفيم البردكتب سيستم هنبلش بالفيم البردكتب سيستم هناخد في الفلبين تيوب هناخد في الأوذري هناخد في اليوتراس هناخد في السيربيكس هنبلش بالفلبين تيوب الفلبين تيوب هو عبارة عن تيوب من اسمه من اليوتراس للأوذري بطول تقريبا من 9 ل11 سنتيمتر نهايته الأوذريا انت تبعته تعمل البروجيكشن لحتى تتقرب من الأوذري او تحيط فيه تقريبا 25 finger like projection نسميه والطرف الآخر اللي له بيكون داخل طبعا باليوتراس او سوري الفلبين تيوب هلا الول من الجهة الهتولوجية الول اللي لون بيتكون كالتالي من الميكوزة 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 ميكوزة بعدها عندي سيروزة السيروزة لأنه هو يعتبر من الأعضاء الموجود ضمن الجوف البرتوان هلا الميكوزة تتكون من لمنا ابتليال تشو عفوا ابتليال لاينينج تحتها في اسكانت لمنا بروفيريا البتليال لاينينج اللي هي اللي بتكون قريبة من اللومن تتكون ثلاثة أنواع من الخلايا اللي هي السيليايتد والسيكروتوري والانتركلاري السيليايتد سيل من اسمها عليها سيريا بشكل 20-30 بالمية من الخلايا الموجودة ب الابتليال لاينينج أو في خلايا الموجودة طبعا شكل كلومنر و الميكولاي اللي إيلها أوفال أو رون النوع الثاني هي السيكروتيرو سيلس بتشكر من 50-60 بالمية كمان شكل كلومنر بس مورنر روزانزا سيليايتد سيلس وحتى ميكولاي اللي إيلها بتكون سمولر ثالث نوع هو الانتركلاري سيلس أو الباجد سيلس كمان هي خلايا كلومنر اللي إيلها دار ستيني هاي منظر الفيليبيان تيوب اندر ميكروسكوب طبعا هيطلع بشكل هيدا تيوب هيدا منظر التيوب وهي الميكوزة فولت طبعا الميكوزة تبعة الفيليبيان تيوب بتعمل مثل الفولت شايفين على اللومان بيطلع عنا هيدا المنظر هاي الميكوزة عفوا هاي طبقة المسلز وهاي السيروزة طبعا هم في بلد بزلز بتتروي الفيليبيان تيوب هاي مطع ثاني كمان هاي الفولت طبعا كنيكوزة وهاي هون عندي اللومان أبيتليون وهاي اللومان وهاي بلد بزلز اوكا هاي كمان ننظر اندر ميكروسطوب هيدا الوال خليني يقول الخارج هاي طبقة المسلز هاي سيروزة هاي في عندي هون اللومان مع الخلزة ميكوزة هون في عندي هاي الفيتيليون لمن الفيتيليون سيلياتي بعضها سيلياتي وبعضها بتكون نام سيلياتي سيلياتي ثاني هاوضو رح ندرسه بالثمان هو الأووري الأووري بيتكون هستولوجيا من فورتكس ويدالله طبعا الكورتيكال اسباكت يعني سطح الأووري بيكون مغطا كافرد باي كوبايد الأبيتليون دورينج يقول لكم ممكن تتحول لأسكومس أبيتليون دورينج هلا الكورتيكال برانشين بيتكون بشكل أساسي من الفوليكولز اللي فيها الأووريتس والفوليكولر سيلز ومن انترستيشيال سيلز وفي عندي كولاجينوس كونكتف تشو استرومو هلا الميدالة بيتكون من لارج آر تريز بيينز لامفاتيكس نيرز وفي عندي كمان بيتر أوفاري اللي هي بتكون عبارة عن كورتز تنوجد بي المضالة تشبه هل موجودة بي الفوليكولر ديفلوبمنت هلا متل ما حكينا انه الكورتيكس مكون الأساسي يعني المهمة أكتر الشي فيه هو الفوليكولز طبعا الفوليكولر ديفلوبمنت ها تكون تحت تأثير مباشر للFSH والLH في عندي أثناء تطورها في إلها أربع مراحل أساسية الأول مرحلة اللي هي بريمورديال بعدها عندي برايماري فوليكولز بعدها سيكاندري بعدها تريشري فوليكولز هلأ الافيوليشن طبعا معناها تحدث لما نصير عندي رابتشار بالماتشار أو تريشري فوليكولز وبطد بصير عندي ليسنج للأوسي طبعا هايدا بيحدث تحت تأثير لتنايزينج هرمون بين فيئرز من انترير بيجيتري الهلأ بعد ما يصير عندي تعفو أن لو حاطت لكم صورة كان الوضع أصدر هاي خلينا نرجع مشان نركز معلومات هايضا الأوفري هاي عندي الكورتكس وهاي الموديولة مثل ما انا شايفين في عندي large blood vessels هاي كلها عبارة عن فوليكولز طبعا نحنا شايفينها بأحجان هاي ده فوليكولز وهي ده فوليكولز وهي ده فوليكولز بأحجان مختلفة حسب مراحل تطورها اوكي وهي في عندي انترست هون في عندي السروماتباكي كورتكس وهون في عندي ريتر أوفري اللي هي عبارة عن كورس هاي ده فوليكولز تنوجد بالمدالة طبعا حلينا نرجع هيك ويتوقع تخيلنا كيف هيكون المانضر الأوفري تحت الميكروسكوب هلا خلينا ناخد صورة تانية كمان هاي ده كورتكس وهاي بريمورديال كلهم فوليكولز بلسر بالمرحلة الأولى طبعا هون اللي من الأبيتليوم اللي إلنا هي بتكون كبويدل بس مع الزمن ممكن تتحول لسكوموس خلينا ناخد بشكل آخر كمان هاي ده الكورتكس منرجع فنرجع نحنا كمان هاي ده الكورتكس هاي شايفين هدا سيكاندري فوليكولز هادلون كلهم بريمورديال هاي ده هاي ده الفوليكولز رح يتحول لماتشر أو ترشري وبعديها رح يطرق عليه مجموعة من التغيرات اللي حنشوفها بعد ما يصير عندي افليواشن هيتحول الماتشر فوليكول لكوربوس لكوربيوس هيمارجي هيمارجيكوم نتيجة انه بده تشكل عندي غلط لانه الاوعية الدموية رح الاوعية الدموية رح تعمل لي غلط اللونه طبعا احمر من اسمه هيمارجيكوم هلا هيدا الهيمارجيكوم كوربيوس شو رح يصير في الخلايا متل ما شفنا في عندي نوعين من الخلايا فيه في عندي جرانيولوزا سيلز وفي عندي تيكا انتامنا سيلز هادلون الخلايا رح يصير عليهم رح يصير عليهم ورح يصير عليهم كمان رح يتحولوا ل جرانيولوزا اللوتناي سيلز وتيكا اللوتين سيلز ورح يشكلوا لي يعني رح يتحول عندي الكوربيوس هيمارجيوم رح يتحول هيمارجيكم رح يتحول ل كوربوس ليتيوم او منسمي الجسم اليالو باضي او الجسم الاصفر لانه اللونه بيكون اصفر حتى تحت الميكروسكوب نحنا منشوفوا لونه اصفر وفي بالقطع العيني منشوفه كمان بيكون لونه يلو طبعا هون هلأ اوصل يعني صار عندي تحولنا ل كوربوس هيمارجيكم بعدها تحول ل كوربوس لتعم بعدها اذا صار عندي رح يستمر عندي الكوربوس لاتيوم موجود ويحافظ لي على البريجنانس اللي صار اما اذا ما صار فيه عندي رح يصير عندي على هال الكوربوس لاتيوم ورح يتحول لكوربوس البيكان هلا الكوربوس لاتيوم هو هيكون مصدر البرجسترون ضمن البرجسترون لا يعمل لي مينتنانس لا مثل ما حكينا هاي اول صورة وهي الصورة شفناها هاي عندي لاتيوم سيلز هاي انها تكون موجودة بالفوليكلز في عندي نوعين من الخلايا ها سحولنا نشوف اللي بعد هيدا كوربوس البيكان هيدا كوربوس البيكان شايفين كيف يتحول لان السيجلي في هلا هاي الفوليكلز هيدا برايماري وهيدا بريمورديال فوليكلز هاد لون الخلايا اللي هني غرنيولوجيا سيل وتاكا انترنا أوكي هاي كمان عندي هون غرنيولوجيا سيلز هاي تاكا انترنا هاد لون الخلايا رح يشكلوا للكوربوس البيكان يقرضوا ل يعني تحول وهي كمان في عندي منظر تاني ل secondary follicle طبعاً لسه فيه مالحل للتطور بيبرز وقتها على يعني بيكون واضح على surface of the ovary وبعديها بيصير عندي رابط شرقل ويبتتحرر الأوسج بيحدث التبدلات اللي حكينا عليها من شوي هيك نكون خلصنا الفليبين تيوب خلصنا ال ovary رح ندخل باليوترس اليوترس تقريباً بحجم 8 سنتيمتر long binوجد بالبلبس عند الفمال طبعاً بيتوضع تقريباً على البلدر يعني هو بيكون كيف بديش راح يكون يعني بيكون الفاجينا وال والسيرفيكس خلفها وبعديها بيميل البودي طبعاً اليوترس على البلدر بتكون أنا تمكلي من ثلاثة أقصان من هنا السيرفيك والأسمس والبضي والوال اللي إله بتكون من نصري من هلأ السيرفيكس خلينا نجيب صورة منشان تتوضح هاي أوكي هلأ هيدا الفاجينا هيدا السيرفيكس بي عندي إيجزو وإندو سيرفيكس ركزوا على هاي الصورة مشان نفهم بعدين شو الهيستولوجي لهاي المنطقة هيدا اليوترس مثل ما أنا شايفين هالو أورغان طبعاً اللومن تبعته بشكل مسلص هون في عندي بال فانجس تبع اليوترس شايفين مثل القرنين تطلع منهم الفلبين تيوب هاي البروجيكشن طريباً 25 وحدة اللي بتحيك بالأوفاري اللي حكينا عليها اللي بتكون مفتوحة طبعاً الفلبين تيوب بيكون مفتوحة على جو في البرتوان بياخد لما السيرفي عندي أفيواشن بياخد الأويسات وبتمشي بهذا الطريق هيك طبعاً بيشتري بهاي المرحلة بالتالة الأولان من الفلبين تيوب اوكي هلا هيدا المنظر الأمام الخلفي بس نحطط لكم صورة ثانية نشوفكم انه اعد على البرر اوكي خلينا نكمل هلا بدنا نشوف هذا الجدار اذا عملنا في مقطع هون بس سيرفيكس لنشوف شو المكون ومقطع هون لأنه هون في اختلاف كمعاً لنشوف شو المكونات الهستولوجية اللي بيتكون منها نرجع نحنا لالسيرفيكس طبعاً فينا مواصلين وإنه اللو قسمين فاجين الفورشن متل ما شفنا انه السيرفيكس تقريباً داخل بالفاجينا هاد فهو بتقسم الفاجين الفورشن وصفر في هنا البورشن هلأ له السيرفيكس كمع إلى فتحتين متل ما شفنا واحدة على الفاجين واحدة للأ اليوتيروس الاسموس هو تقريباً واحد سنتيمات جزء صغير بين السيرفيكس والكوربوس الاسموس يوتيروس هلأ البضي أو خلينا نعتبر أنه البضي مثل شكله مثل ما حكينا هلأ الباستة فعتم نسميها فندس كمع من شوي حكينا الشكل تبع اليوتيروس بيعتمد على المرحلة الهرمونية ومرحلة الحملية الممكن يختلف من مرحلة الأفضل هيك نحن مثل نحكي بالشكل تبع اليوتيروس هلأ هستولوجيا في عندي حكينا في عندي ميكوزا نسميها باليوتيروس نسميها انزوميتريوم مسكالريز روكاريا نسميها ميوميتريوم السيروزة والأدنتشيا أوكي بريميتريوم هلأ الاندوميتريوم اللي هي الميكوزة تتشكل من الطبقة اللومينال يعني القريبة جدا الجزء القريب جدا من اللومين بتكون لائنينج باي سمبل كلامنر ابتليوم فيها والإندوميتريوم فيها نميروس تيبلر جلانس هلأ هالنميروس تيبلر جلانس موجودة بلمينة بريفيريا نسميها نحن سترومة هي عبارة عن ريتش كونكتف سل ريتش كونكتف تشيو هلأ هالإندوميتريوم هاي نحن نقسمها لجزء جزء منسميه بيزال لائر وجزء فانكشنال لائر فانكشنال لائر كل منيستر سايكل بصير عليها سلوفين يعني بتتوسف وبتنزل وبتضل عندي البزال لائر اللي بترجع بتجديد الإندوميتريوم من أول وجدي هلأ المايوميتريوم المايوميتريوم هي عبارة عن كومبليكس ثريسموس موسل لائر تقريبا تحت أينر ميكروسكوب نحن ما منقدر نميزها لأنه عاملة مثل النات بس فينا نقسمها لجزءين هي الصبفاسكولر والفاسكولر الصبفاسكولر هي اللي بتكون كتير قريبا من الإندوميتريوم وهي بتلعب دور ب نعملي صالفينج للإندوميتريوم فانكشن طبعا لائر دور بينما الباسكولر هي اللي بتكون الطبقة الأوية اللي بتلعب دور كبير إثناء اللابر هلأ الليوترس عند الومن بيتعرض ل نستر سايكل هرمون طبعا سايكل مدة 28 يوم حيصير في تبدلات على مستوى هستولوجية حتى على مستوى الشكل يعني بالإيكو بيختلف عندي المنظر وأنظر مكروسكوب بيختلف عندي المنظر هلأ المنظر سايكل هي سري فايسز المنظر الجلانس السيدات هن 28 يوم نحن نعتبر طبيعي هالإفتلافات بين 21 و35 يوم بتكون على حساب الفيس غالبا بينما السكرتوري فايس بتكون مرحلة السابقة تقريبا من 15 لتقريبا من يوم بتبلش بيبلش السكرتوري فايس من مرحلة الأفلواشن بيبلش في اليوترس يصير علي بيبلش حتى يحدث عندي بيبلش 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 هلا شو اللي بيصير شو التبادلات اللي بيصير بيمرحلة السكرتوري فايس هلا حيصير عندي بيصير عندي بي اليوتران لومان حتى شكلها مختلف تماما بين مرحلة المرحلة السكرتوري فايس هون بيكون خلايا ديليت و اللمعة تبعت بيكون بشكل حتى السترومة رح تصير يعني خلاياها كبيرة طبعا حتى رح تصير تستعد لحتى بتعمل إمداد ل ممكن تصير إذا صار عندي خلايا بحين طبعا الفunctional layer of the endometrium هيدا مقطع باليوترس هاي الفريميرتيوم اللي حكينا عليها هاي الميوميتيليوم طبقة العضلية اللي حكينا عليها وهاي الهندوميتيليوم اللي هي تعتبر نيكوتا وهاي اللومن تضع اليوترس طبعا هون هيدا كلها اندوميتيليوم هادا بروليفراتي في بيس رح نشوف ثورت سترايب نارو جلانس السترومة حتى رح تختلف شكلها وهاي اللاينينج لونه الابيتيليوم اللي بتكون هون هاي هون اللومن عندي هون لتحت الميوميتيليوم حال هون موزور جاندي كمان نفس الشي بس نحن هون بمرحل السيكريتيبي فايس شايفين كيف منظر البلانس في الثلاث كيف صارت دايليتت حتى السترومة صارت بسديو الخلايا تبعتها بلشت تبين شايفين هيدا الفريق هون طبعا بمرحلة في أغلب الخلايا بتكون نارو بينما هون شايفين حجم الغلانس عفوا مان خلايا الغلانس هون شايفين كيف حجم الفريس وايك شايفين كيف نسنم الغلانس طبعا نحنا هذا المنظر نشوفه حتى بربورتاتنا المفروض نسجل طبعا هو المفروض يجينا بالربورت أنه نحن السيدة بأي مرحلة عملها الكورتاج منشان نحن نقارن أنه في عندها مشاكل هرمونية ما في مشاكل هرمونية على كل نحن نسجل أنه نحن شايفين الوضع ضمن أو ضمن وهم بقى بيرشعوا بيقارنوا أنه هن بأي مرحلة عملوا الكورتاج هلأ السيربيكس مثل ما حكينا هو ذا والاور قارب يعني بيتوضع تحت الوضع ثانية ثلاثة سنتيمات طوله اليوترس كمان شكله السيربيكس عفوا بيختلف يعني دورينج بيجننس يعفوا هلأ إلنا بيفتح الفجاينة من جهة وعلى اليوترس من جهة ثانية هلأ إلنا إلو جزئين هو الاندو سيربيكس الابتليوم البطاطي هي عبارة عن سنبل كنمنا الابتليوم وفي عندي فيها ميوكوس سكرتينج سيلز وفي عندي نيمورس كيبولر بلانت بينما الإكتو سيربيكس أو الإكتو سيربيكس الإبتليوم البطاطي هي نام من كراتيناس تحت هلأ الميكوزة وطاحت هلأ إلنا بيجنس في عندي كونيكتف تيشو تتكون بشكل أساسي من هي كمان نفس المنظر طبعا هون المنطقة أكثر مهمة بالنسبة لنا لما نعمل الباب السمير لازم يكون في عندي مكونات من هون ومن هون حتى نعمل الباب السمير صح وحتى لما نعمل نحن لازم هاي المنطقة نبينها لأنه هون يعني من هون دائما أغلب الكنسر بيبلش من هاي المنطقة هاي اللي حكينا عليها طبعا شايفين شايفين هلأ نحن هون بلش يصير عنا شو بلش يصير عندي أنا متابليجيا أنا هاي القلانس مفروض شوف فوقها هاد النوع من الإبيتليون ونفروض شوفها هون فهذا احتمال يكون في عندي هون أنا متابليجيا لأنني شايفة سفونس إبيتليم وفوق تحقيها في قلانس هادة منطقة ثانية هاي القلانس هاي الإبيتليم هاي اللي اللي هستيقون مكتب شو الموجود بالسرقس هلأ الغجاينا هوي هي أخر جزء بي الفيمرو وردكت سيستم هي عبارة عن ماسكولر تيوب يمتد من يولفا ل التورتكس الجزء الأخير منه في عبارة عن ممغس ما نسميه من الإبيتليم اللي بتبطيه هي نان كراتينايس راتي فا دسقونس إبيتليم تحتها في عندي لامينة روكريا ما فيها جلانس تحت لامينة روكريا في عندي طبقة مصول طبقة مصول inner center or outer لونجون فيودينال و أخيرا في عندي الفيديشيا طبقة الخارجية اللي بتعمل مع الفيديشيا طبعة البلدر مثل ما حكينا أنه بتضع الفيديشيا هي صايرة الفيديشيا موقع بين البلدر والريكتم من الفيديشيا في عندي ريكتم والأمتريوري في عندي بلدر هاي certified سيقوم في اليوم هاي الكميكتر فيهر المنطقة البرير الآن هكي نحن خلصنا التمن روكريا السيما وحندخل ب المر روكريا السيما مثل ما حكينا حيكون إلنا لقاء على الزوم وأي أسئلة إن شاء الله حننطشها معها بعض ما البعض هلأ المال الربوردات في السيسم حننطلوش في test الابيديديميس الديثنين بات الأكسسري جلاند الحن والتروستيت والفين هلأ التسس عبارة عن التسس عند المال هي تعتبر الابيديميس لأكسسري لأكسسري وإن دوكسي أكسسري أكسسري طبعا أكسسري تعمل لي سكيمتوزة والإندوكسي تفزلي إندوكسي تفزلي تستيرون التسس ستكون محاطة بيت دين ستكون نكتف تش ونسمي تونيكا البيكانة فق في عندي لاير أو بريتانيوم طايت في إدهار تونيكا البيكانة هلأ اللي بدي اللي شو جاب البريتانيوم على التسس هلأ التسس ضمن الحياة الجنينية بتتشكل دون جو في البطن وبعديها بتهاجر وهي عم تعبر القناة الإيرابية للسطن ساحبة معها البريتان لهيك بتشكل عندي فتو عن بعض الأشخاص هلأ إذا ما تسكر هذا البريتان هذا حيظل في عندي يعني من هون بيجي الفتو ومن هون تيجي أنه الأمعاء ممكن تنزل على الصفان عن بعض الأشخاص اللي بصين عندهم فتو إيرابي هلأ التونيك قلبي كان حطعت سبتة المحيطة بالتستس حطعت سبتة تعمل بنتريشن ضمن البرانشين أو التس وتقسم إياها تم الدي ديفايدنج إلى لبيول كل مكون من سفر سيميني فرس تيوب محاط بي كونيكتف تيشو هلأ السبيرمتوجينيسيز ستحدث عملية الفرميشن ستحدث باللينيق البتليو الفرميشن السيميني الفرس تيوب الانترستيوم يعني المحيط بال السيميني الفرس تيوب رح نشوف عندي كونيكتف تيشو في في ليدك سلز بشكل أساسي هلأ سبيرمتوزة بعد ما تتشكل رح تمشي ضمن السيميفيرس تيوب بعدها رح تمشي ضمن سترايتس تيوب هيك لتعمل لي نار بالمديلسة بعدها بد تدخل بالإفيران دكتليوز واللي بتتمادى مع دكتليوز اللي بيكون convoluted هلأ دكتليوز ابيديديمت ابيديديمس رح بالبداية رح يكون convoluted ويعمل لي هيد وباضي وتل وبعضيها رح يكمل مع دكتليوز ديفيرانس هيك بتكون هاي الأقنية الناقلة دا سبيرمتوزة هاي دا حكيين علي انه هي كأكزو سبيرمتوزة بينما هلا السيميني فرز توب بتكون لاند ب استراتيفايد ابيتيليوم خلالها بيحدث أو فيها لها البيتيليوم بيحدث ديفلوب من لا سبيرمتوزة يعني السيميني فرز توب لاند ب استراتيفايد إبيتيليوم هي بشكل أساسي جيرم سيز راح تت تنقسم لتعطيني السبيرمتوزة وفيها سيرتولي سيز هلا السيميني فرز توب متل ما حكينا هي سيز ابيتيليوم فيها ديفرين ستيج ديفلوب من سيز سيز هلا أول يعني الجرم سيز أو سيم سيز نحن نسميها هي سبيرمتو جونيوم تتوضع قريبة كتير من الباسمنت ميمبران بتتعرض ل انقسامات لحتى تتحول ل سبيرمتو 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 هلا سبيرمتو جينيس هي البروصس بي وي تنصر 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 إلى الماتش سبيرمتو سبيرمتو بتحدث بثلاث مراحل سبيرمتو جينيس متيس بعدين الميوس بعدها سبيرمتو سبيرمتو جينيس بأول برحلة خلايا السبيرمتو جونيوم في لها two types type A و type 1 type A رح تت divided متو تكلي لتعطيني 5A سبيرمتو جونيوم رح تتعطيني خلايا تانية رح تتعرض ل ميوس اوكي يعني رح تطيني type A سبيرمتو جونيوم و type B سبيرمتو جونيوم type B سبيرمتو جونيوم رح تتعرض ل ميوس و رح يصير عندي اختصار ل دبلويد نمبر الموجود فيها لحتى يصير هابلويد اوكي وبعديها لما تتعرض للميوس رح تشكل البرامل سبيرمتو 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 هي خلايا نوات تقريبا كبيرة كومتين كروس يكون واضحة تماما ب بعدها البرامل رح تعطيني السيكان داري والسيكان داري رح تتعرض ل وتعطيني سبيرمتو السبيرمتو اللي بتكون عبارة عن سبيريكل سلس بعدها رح يطرق عليها مورفولوجيك يعني يطرق تغيرات بشكلها لتعطيني الماتش سبيرمتو أو سبيرمتو هلأ كل هالمراحل هاي الخلايا رح تضل تتش تو اتش او بريج سيتو بلاسميك بريج لحتى وصل لبرحلة سبيرم ماتش سبيرم الماتش هيدا عندي مقطع بالسيمنفير تيوب طبعا هاي هيدا وهيدا السيمنفير تيوب هيدا الانترستيوم وهي لدي نحن او هون نحن برا السيمنفير تيوب طبعا هاي الخلايا اللي حكينا عليها هون الخلايا اللي عندي بسم ممبر هي سبيرمتو جونيا هاي التونيك قلبي كان اللي بتحيط بي التست هاي 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 كمان ها طبعا ان في عندي معين اساسيين من الخلايا هي stem cells وال سيطول هي سيطول هي سيطول 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 لان اسم A لتعطيني A وB والB رح تتعرض لنيوس وتعطيني بالنهاية سبيرمتو سبيرمتيب هاي سبيرمتيب اللي حكينا عليها الخلايا اللي بتض الى ثلاث مراحل لحتى تنضج وتعطيني سبيرم اللي نحنا منشوفها نحنا هلأ هون بهاي المنطقة قاب برسمي في اليوتيوب وهي الموجود بالخلال طبعا هاي كمان منظر ثاني هاي سبيرمتيب 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 هاي هاي سبيرمتيب ماتوريش فيس طبعا عم تتحول شايفين هون بيكون شكل هدائري ويبالش تطاول لتعطيني منظر سبيرمتيب نحنا بنعرفه هلأ ال الجنتل دقس كما حكينا في عندي فيديدي دمس بتكون ثلاث أجزاء هاد وبد وثال هستولوجيا بيكون لائد لائد باي صور دو ستارتفايد سيرو سليات تكون نار تحتي في نكت فيش ومسل طبعا هاي منظر خلينا نبلش من برية جوا هاي تونيكا البكانة وهاي اللي حكينا عليها انها بتعمل ستة بتدخل تسمي محيط في بشكل أساسي بهمنا خلايا ليدة طبعا هاي لإنها بتعمل شبكة بعدها تمشي بالإفرنت أو شي سترايت بعدين لحتى تتشكل عندي هاي الهد هاي البضي وهاي التال بعدها بيصير بيكون بالأول بعدها بيصير سترايت لا يعطيني داكتيو داكتيو ديفرنت هاي بشكل أساسي الشكل هيدا الإبيتيديميس عند النهروسكوب سيخيم بسولي سيليتد إبيتيليوم هاي منظر تاني هلا الأكسيسوري غلانس الأكسيسوري غلانس إلى وظائف وظائف يعني شو بتفيد هي بتفيد بشكل أساسي تعمل مريش and activated لسperm تتعامل the uteral tract exterior ejaculation بتعمل مثل الويكل حتى تعمل الترانسفور للسpermatosa in the femal tract بتعمل مثل البلغ in family tract لحتى يحدث fertilization هاي أهم وظائف السكراتوري accessory glands of the mer reproductive system هلأ نحن بشكل أساسي رح ندرس الفروستات الفروستات تتكون هستولوجيكي من منطقتين أساسيتين هي ال peripheral zone وال central zone peripheral zone تقريبا بتشكل 70% من من حجم فيها مع أوعية دموية و nerves هلأ size و structure تبعت glandular elements بالأسيناي وبالضك بتختلف من منطقة لمنطقة بالبروستات حسب أنه هي peripheral zone ولا central zone هلأ secratory cell بيكون ما مرتكزي تماما على الممبران بيفصل لعنا لير أوف بيزل cells وجود هالبيزل cells كتير مهم لأن وجود هي عنصر أمان بيوضحي أنه نحن عنا بناين مثلا بينا مغيابة معناها أنا قدام طبعا هاي عندي هي شايفين كيف يوريترا محيطة هي في عندي هاي مناطقة هاي المنطقة هاي هي central zone هاي طبعا وهم في عندي الترانزيشنال zone وهاي anterior fibromuscular stroma هاي عندي البوستات طبعا مناطق هستولوجيا تختلف بين الجلانس والأسيمي تختلف بين الجلانس والسنترل والترانزيشنال زون أوكي هاي الأسيمي والدكس منظر البوستات تحت المكروسكوب هاي fibromuscular stroma هاي كمان منزل تنين الأسيمي طبعا شايفين في عندي دوليرز هاي في عندي ريز السلز طبعا هاي عمان عندي موفي ريابا عمان عمان الدم مالغنان مالغنان وهاي في عندي سيكوريتي السلز تكون موجودة بالأسيم أوكي آخر جزء اللي هو البين البينز بتكون هستولوجيا وأنتم عفوا بتكون من يوريترا يعني لما نعمل مقطع فيه راح نشوف اليوريترا اللي أخدنا تكوينه راح نشوف الإلكتايل تيشو سموس أنسكلتر المصر راح نشوف تاتش أن روش ريسيبتر راح نشوف دنس كونيكتف تيشو عامل لك بسول اللي هي تونيك ألبي كان طبعا الإلكتايل تيشو بتكون من دنس إريدرا كونيكتف تيشو في نيمروس أوف إيناستيك Fiber and Sinuses هاي منظر under ميكروسكوب في عندي هاي إركتايل تشو بتتكون من فوربوس فونجيوس يوم وفوربوس كربماس هاي واحد وهاي واحد وهاي واحد وهي نحن نكون تقليبا خلصنا المال والخين والدفق سيستم أي سؤال هنتقبل إن شاء الله بالزوم ويعطيكم العافية وربنا يوصلكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر